بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيتي الطيبين الطهرين حياكم الله سادتي المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ معكم التقارير التي أعدها كادر برنامج رسالة العتباء العلوية المقدسة لتسليط الضوء على آخر الأعمال والإنجازات والمشاريع التي تقوم بها هذه الكوادر إذن سنبدأ التقارير الأول ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا شباك ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الشباك الذي لم تجرى عليه العمارة منذ أكثر من سبعين عاماً سنتابع هذا المشروع عبر هذا التقارير وشباك ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام شباك ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الشباك المبارك الذي طالما تشرفت شفاه الملوك والصلاطين والعلماء والمؤمنين بتقبيل هذا الشباك المبارك والذي لم تجرى عليه العمارة منذ أكثر من سبعين عاماً إلى بداية العام 2017 من الميلاد حيث بدأت الأعمال لتجديد هذا الشباك المبارك ولم تتجاوز هذه العملية الثلاثين يوماً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ولبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين حقيقة اليوم تشرفنا وسعدنا بالمشاركة في افتتاح شباك الإمام أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه الذي تم تجديده بعد آخر شباك وضع في هذا الصرح قبل ثمان وسبعين العامل يلتزمه ملايين البشر وتمتد إليه ملايين الناس الذين يأتون ويتبركون بأمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه ويقضى الله سبحانه وتعالى حوائجهم ويشافي مراهم ببركة صاحب هذا المقام الشريف وكما أننا نتطلع إلى الجهود الجبارة التي بذلت في هذه الأعوام الماضية بتوجيهات المرجعية العليا في النجف الأشرف وكذلك أمانة العتبة المقدسة من الأمين العام إلى كل العاملين الذين بذلوا جهود يشكرون عليها من أجل توسعة المقام الشريف والصحن الشريف وكذلك نتطلع إلى افتتاح صحن فاطمة الزهراء عليه السلام هذا الصحن الذي يقدم خدمات لزائر الإمام أمير المؤمنين وبضيافة سيدة نساء العالمين فاطمة عليه السلام نشكر لجميع العاملين وندعو جميع المؤمنين في العالم أينما كانوا أن يباركوا هذه الخطوات وأن يشاركوا ولو ببصمة يد تكون لهم مشاركة في بناء هذه الصروح العالية باسم أهل البيت عليهم السلام حتى يكونوا من الذين سجلت أسماؤهم في هذه المشاركات وتكون لهم بصمة يد في هذه المقامات المشرفة إن مباركة المرجعية الرشيدة العليا لهذا المشروع له الأمر الكبير في نفوس العاملين والزائرين خاصة فيما يختص في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان التبرع من الأخوة الموالين والمؤمنين لرزد أكثر من 200 كيلوغرام من الفضة و50 كيلوغرام من الذهب الخالص حيث تضافرت الجهود الطيبة تملؤها النوايا الصادقة لإعادة وترميم هذا الشباك المبارك لإظهاره بأبهى صورة تسر الناظرين الذين عبروا عن الفرحة الكبيرة بافتتاح هذا الشباك المبارك بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صيانة الشباك المبارك للإمامي أمير المؤمنين حقيقة هذا الشباك المبارك نحن منذ أكثر من شهر قمنا بهذه السيانة وهي المرحلة الثانية وإن شاء الله تتلوها المرحلة الثالثة إذا وفقنا الله لذلك لصيانة هذا الشباك وتمت هذه السيانة في مدة 32 يوم بصيانة سريعة أنيقة جميلة وأضيفها على الشباك ما يقارب أكثر من 400 كيلو فضة من التبرعات وكمية من الذهب حتى يكون بهذه الروعة والجمال الرائع كما ترونه إن شاء الله هذه بشرة للموالين للمحبين الأمير المؤمنين كان يظهر الشباك بهذا المنظر البهي الجميل على يد العاملة الخيرة كانت من الأخوة البهرة وأقسام العتبة العلوية يعتبر هذا الترميم الأول من نوعه بعد مدة ليست بالقصيرة تجاوزت السبعين عاما إذ أن هذا الشباك تم تنصيبه عام 1360 للحجرة الموافق 1938 للميلاد وقد تأثر هذا الشباك جراء القصف الصدامي في عام 1991 أيام الانتفاضة الشعبانية المباركة لم يكن هذا المشروع لتجديد شباك ظريح الإمام علي عليه السلام هو الأخير بالنسبة إلى الأمانة العامة والكوادر التي تعمل في العتبة العلوية المقدسة لأن الآمال كبيرة والهمة والإصرار لدى العاملين ضمن برنامج العتبة العلوية المقدسة لتجديد كافة الأصرحة ما موجود من القبوة الشريفة المنائر الواجهة القبر المقدس الشريف فكان بعد انتهاء من القبوة الشريفة العمل على عادة الشباك المقدس نعرف أن الشباك المقدس صار أكثر من سبعين عام على هذا وضعيته فقمنا بثلاث مراحل راح يكون تعمير الشعب وذلك التي تحت الفرصة للزائرين واستغلال الوقت لأن تعمير الشباك بالكامل يأخذ وقت هوايا فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة تجديد الدائر القبر الشريف واستغرق هذا العمل بما يقارب الشهر وكان عمل متواصل وأخذ هذا الذهب بحدود 50 كيلو ذهب لغرض أن يكون يبرز في شيء لا أقل الذي يخص أمير المؤمنين والزائر عندما يكون الزائر يزور يلقى في شيء الذي يستحق أمير المؤمنين الاتهاج به والسرور به وهذا هو جزء من الاستحقاقات التي يستحقها القبر الشريف والقبر المقدس الأمير المؤمنين وإن شاء الله المرحلة الثانية راح تكون للصندوق الخاتم والمرحلة البعض هي راح تكون للتاج الذهب الفخاني جعل نصب عيونهم مراعاة هذا الصرح العظيم بأن تستمر عملية الترميم والتجديد لكافة مرافق المرقد الشريف لما لهذا المرقد من المكانة الكبيرة والمهمة لدى جميع المسلمين وخاصة شيعة أهل البيت عليهم السلام نور النبي وباب مدينة علم النبي أمير المؤمنين صلى الله عليه دون بقية الصحابة ودون بقية البشر هذا الباب إنا نزلنا الذكر وهو القرآن ووحي النبوة وإنا له لحافظون فهذا الوحي النبوي الحافظ الوحياني له أمير المؤمنين صلى الله عليه قدر الله أن يكون هذا النور ينتشر في أرجاء الأرض ومما لا ريب فيه أن الله أمر بعمارة هذه المراقد من نور في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوة والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فنور أمير المؤمنين هو الذي هو باب نور النبي صلى الله عليه وآله قدر الله أن تتعطش إليه البشرية وتتهافت إليه فها هي البشرية قد هتفت بعملقة وبغدير أمير المؤمنين وبنبراسية وقدوية العالم أجمع فنتمنى أن نساهم كلنا أجمع في نشر وصايا أمير المؤمنين علوم أمير المؤمنين نور أمير المؤمنين هدى أمير المؤمنين ورؤاه التي تنير للبشرية دربها إلى السلم والمحبة والأمان والتطور والعلو والكمال وفقنا الله وإياكم أن نساهم في نشر هذا النور إلى كافة أرجاء الأرض أمين أمين يا رب العالمين كما أن لهذا الشباك المبارك مع الزائرين علاقة روحية تجعل منه وكأنه يد الاتصال ما بين الزائر والإمام عليه السلام فترى الزائرين يخاطبون الإمام عبر هذا الشباك ويشكون هموهم أبرأ طهر وسيلة وأقرب وسيلة إلى السماء فقد دأب العاملون أن يظهر بأجمل وأبهى صورة وقد تطرز بالذهب والفضة إكراماً واحتراماً لهذا المرقد الشريف قامت العتبة العلوية المقدسة بترميم الزريحة المقدس اللي هو عمره تقريباً مكتوب عليه بالتاريخ الهجري 1361 العام السنة الماضية العفو بدنا الدنق نفس الشكل اللي كان موجود سابقاً رجع نفسه بالجديد وبهالأيام القلائل قبل شهر ويومين بدنا الشبابيج نفس الشباك القديم يعني رجع جديد على الشكل الأولاني الفضة اللي بيه تسعمية وتسعين وتسعين والألف الذهب كذلك يعني ربع وعشرين الوزن ما التثار تقريباً كل شباك من عنده ميتين وخمسين كيلو الذهب اللي بيه تقريباً كل شباك أربعمية لأربعمية وخمسين غرام ذهب تيزا المواد هي كلها اللي يجت من الناس الخيرين متبرعين للحرم الشريف المقدس واليد العاملة كذلك يد خيرية واشتغلت بكل إخلاص ووفاء لهذا المكان المقدس لإمامنا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اليوم نشهد هذا الافتتاح المبارك إلى شباكي ضريح الإمام علي عليه السلام ليمتزج الذهب بالفضة ليكون شاهداً على سيرة أعظم رجل عرفته الإنسانية بعد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي طالما أعرض عن الصفراء والبيضاء وطالما جاد بهما ليدخل السرور على قلوب الفقراء والمساكين نعم إنه الإمام الذي يستحق الكثير منا إنه أبا الأيتام علي بن أبي طالب عليه السلام نظراً للتطور التكنولوجي الحاصل في مجال الطباعة قامت العتباء العلوية المقدسة بتطوير هذا المجال عبر دار أبو طالب للطباعة وهذا التقرير جهود استثنائية وعمل متميز تميز به دار أبا طالب للطباعة هذا الدار الذي فتح آفاق كبيرة ومتميزة لإدخال الطباعة في كل المجالات وأوسعها تماشياً مع التطور التكنولوجي والتقدم العلمي في هذا المجال حيث بدأ العمل بطباعة البوسترات الفليكس وبأحجام مختلفة ومتنوعة وبأحدث المكائن الحديثة وذلك لسد الحاجة من هذا النوع من الأعمال إلى العتباء العلوية المقدسة وأعمالها ومشاريعها والمناسبات والاحتفالات ولكافة الأقسام والشعب العاملة في الروضة الحيدرية المقدسة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى مباركة سماحة الأمين العام للعتباء العلوية المقدسة السيد نزار حبل المتين والسادة أعظام سيد دارة شرعت دار أبو طالب للطباعة بتنفيذ الأعمال التي تكلها العتباء العلوية للدار والله الحمد استطاعت الدار تحقيق اكتفاء ذاتي فيما يخص مادة الفليكس ومادة السكرين إذ استطاعت الدار أن تلبي جميع احتياجات العتبة لهذه المواد واستطاعت أيضا أن تلبي احتياجات العتبة فيما يخص الطباعة الألكترونية من ضمن الخطط الموضوعة للدار أن يتم بناء مطمعة نظامية يتم من خلالها جلب مطبعة أوف سيت تلبي احتياجات العتبة فيما يخص في طباعة الكتب والمجلات والنشرات وغيرها بالنسبة للدار في الوقت الحاضر فتحت باب الاستثمار وفي هذا الباب تم طباعة الفليكس بمختلف أنواعه والسكرين والطباعة الألكترونية في النية إن شاء الله تعالى أن نوسع باب الاستثمار للتعاقد مع جهات حكومية وأهلية ليتم رفض مطبع المستقبلية بالأجهزة عن طريق الاستثمارات الواردة للدار ليس هذا فحسب بل يقوم هذا القسم بالطباعة على القمش وذلك بعد الخط والتصميم وتحيئة القطع المراد طباعتها ومن ثم يقوم العاملون بطباعتها على الأقمشة وبأشكال وأحجام متنوعة وبما يتناسب بحاجة الطلب حيث خطت هذه المخطوطات على يد أمهر الخطاطين العراقيين بعد ذلك تنقل لكي تجف ومن ثم تقدم على شكل هدايا أو للأنشطة الخاصة بالعتبة العلوية طبعاً بداية مركز سيد الأوصيات تابع لدار أبي طالب عليه السلام يقوم بعدة أعمال منها طباعة الفلكسات الخاصة بمناسبات العتبة العلوية المقدسة وكذلك استثمارات خارجية من خارج العتبة العلوية المقدسة إضافة إلى طباعة على الاستيكر اللاسق والقماش كذلك إضافة إلى ذلك توجد ورشة خاصة بطباعة السكرين من خلال طباعة أكياس نايلون وكذلك طباعة على القماش وكذلك الطباعة الحرارية على الكوب والصحون والملابس كما يقوم هذا القسم بطباعة الليبل الخاص بالعتبة العلوية المقدسة على الملابس الخاصة بالعاملين في المرقد الشريف وأيضا يقوم هذا القسم بطباعة الصور والملسقات على الأكواب والصحون وذلك بطباعة صور مراقد أهل البيت عليهم السلام أقداح تتمهم على عدة مراحل منها يتم طباعة على ورقة بالكمبيوتر وبعدها تتم طباعتها في الجهاز الخاص بالأقداح والدروعة أما بالنسبة للدروعة كذلك على عدة مراحل منها طباعة على الورقة فيما يخص بالأوراق الدروعة وبعدها يتم تصويرها في الجهاز الخاص بالدروعة وتتم عملياتها هذا أما يكون على شكل عتبة يتعطى لعتبة أما استثمار الجهاز خارج العتبة فيما يخص عملنا هو عمل السكرين السكرين بيه مراحل عندنا فيما يخص القماش وما يخص كياس النايلون وما يخص الدروعة والقداح أما بالنسبة للقماش فتتم على شكل مراحل تقطيع القماش أما يعطوه العتبة على شكل هدايا النذور أو فيما يخص المطلوب أما كياس النايلون يتم على عدة مراحل هنا تصوير القالب وهنا طباعتها وشرها وكذلك تتم على عدة مراحل بل وفتحت باب الاستثمار في هذا المجال فبإمكان أي مواطن أن يطبع صوره الشخصية على هذه الأكواب وبأسعار رمزية وتنافسية كما يقوم هذا القسم أيضا بطباعة أي من المنشورات والليبلات الدعائية على الأقلام الشخصية وبكافة أشكالها وأنواعها والتي غالبا ما تقدم على شكل هدايا إلى الزائرين الكرام والتي تحمل اسم العتبة العلوية المقدسة بالأضافة إلى طباعة البوسترات وبجميع ألوانها وأشكالها طبعا بادرت إدارة دار أبو طالب بالقيام بمغزن اللي هو المكان اللي يخزنون بكل مواد الأولية الخاصة بدار أبو طالب بعد بداية المشروع بثلاثة أشفر والحمد لله والشكر سيطرنا على المواد الداخلة والخارجة طبعا آلية المغزن أنه يقوم بجلب الاحتياجات الخاصة بالدار حتى ما يصير يعني عدنا خلل أو أرباك في العمل أثناء انتهاء المواد المغزونة والمواد الأولية الآن يصير الطلب على شكل رسمي من قبل رؤساء الوحدات وبتهميشة من رئيس الدارة ثم تجهيز المواد من المغزن للوحدات طبعا يصير الاستلام عن طريق سجل وهذا السجل هو سجل ضمان لأنه العمل تم وانتهى بعد ما تسلمت المواد الأولية للوحدات طبعا هذا المغزن مثل ما يشوفون هو حاول كل المواد الخاصة بالدار كل المواد الأولية التي تحتاجها الدار ساهم هذا الدار أيضا في هذا العام بتقديم بادرة رائعة وذلك برفض المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمناهج الدراسية بعد أن تمت طباعتها بعد نسخها من النسخ الأصلية وبيعها على المدارس والطلبة وبأسعار زهيدة بعد النقص الحاصل في المناهج الدراسية لهذا العام مساهمة فاعلة من هذا الدار لتسيير عجلة العلم والدراسة تتولى الدار الأعمال التي توكلها العتبة العلوية المقدسة ونقوم باستلام الطلبات الموقعة من سماحة الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة أو من ينوب عنه ويتم توزيعها على وحدات الدار وكل حسب تخصصه وبعد الانتهاء من هذه الأعمال يتم الإعاز إلى الأقسام المعنية من أجل استلام الأعمال المنجزة وكذلك هناك باب الاستثمارات الخارجية التي تنفذها الدار وحسب إمكانية الدار المتوفرة إن هذا التطور والهمة في العمل لم يأتي من فراغ ولكن من إصرار وهمة العاملين في هذا المجال الذين أخذوا على عاتقهم تطوير العمل للحفاظ على الجودة والنوع كما في النية افتتاح أكبر مجمع طباعي سيساهم في رفض المحافظة في طباعة كل ما تحتاجه وأيضا في سد حاجة المواطن في هذه المجالات لطباعة الكتب وبطرق الاستثمار وبأسعار تنافسية خدمة لمدينة العلم والأدب وحامل لواء العلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالنسبة للهيكلية الإدارية لإدار أبو طالب يكون تبعيتها إلى مكتب الأمين عام مباشرة كشعبة تأتي الموافقات بالنسبة لأنجاز الأعمال من مكتب الأمين العام ومن ثم إلى ذاتية الدار وثم إلى وحدات الدار المكونة تقريبا من ثلاث وحدات اللي هي وحدة الطباعة الورقية وحدة الفلكس والأوف سيت وحدة مشتريات الدار يتم جمع الأعمال أو يتم نشر الأعمال على كافة الوحدات ومن ثم جمعها وأبلاغ الأقسام المعنية بالعمل لإنجازها رغم أن العمل على الطباعة بطريقة السكرين أي الأصباغ الثابتة على القماش والبلاستيك قديمة بعض الشيء لكن الكوادر قد جهزوا هذا القسم بماكنة خاصة بطباعة السكرين لكنها لم تكن أسرع من أيدي العاملين لأن العمل اليدوي أسرع بكثير من الماكنة في هذا المجال ولهذا دأب العاملون على العمل اليدوي وذلك لسرعة العمل وكثرة الإنتاج تعريفاً بالأعمال التي تقدمها دار أبو طالب عليه السلام للطباعة هي في حق دار بداية تقدم الخدمات أساساً إلى العتبة العلوية المقدسة ثم فتح مؤخراً باب الاستثمار وأيضاً أصبح تقدم الخدمات العامة للمواطنين الحمد لله وحدة الطباعة الإلكترونية تقدم طباعة الخرائط وسحب الخرائط التي تحتاجها العتبة في أعمالها الهندسية وإعمارها وأيضاً مجمع قنبر السكني التي يحتاجها هذه الأعمال بشدة في جانب آخر التصميمات العتبة الفنية أكثر ما تقوم بها هذه الوحدة كذلك هناك الأعمال للطباعة الإلكترونية الورقية أيضاً هذه الطباعة الحمد لله قدمت هذه السنة لفرصة في أن تدعم الجانب التربوي حيث قامت بطباعة المناهج التربوية بأسعار مدعومة كانت تصل إلى نصف السعر اللي ينباع في السوق والحمد لله قدرنا نقدم خدمة إن شاء الله لأهل النجف ولهذا المكان المبارك الحمد لله الله وفقنا أنه قدمنا بداية التجربة كانت مع المدرسة الإمام علي حيث قاموا بطلب كميات كبيرة وصلت إلى تقيم آلاف هذه الكمية بداية شجعتنا أنه نفتح الباب للمواطنين أيضاً أنه يبدون هنا يراجعون بعد مدرسة معاني اجت مدارسة هوايا مدارس منتدى النشر مدارسة أخرى في الحيدرية في أبو صخير في المشخاب كثير من المدارس اجتتي وتعاملتي هنا بشكل يعني يعني مجموعة من الطلاب مو فردي كذلك الأهالي أيضاً يراجعون على شكل أنه فردي يخذون بما يخص أبناهم كما أن الطباعة لم تقتصر على القماش فقط ولكن فتح المجال بالطباعة على الأكياس البلاستيكية وحسب الخط والتصميم والمواصفات المطلوبة لتكون أيضاً باباً آخر للاستثمار وفتح هذا الباب للمواطنين لاستقبال الأعمال التي يحتاجونها في طباعة الإعلانات وفي كل المجالات لهذا وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج رسالة العتباء العلوية لا نقول لكم وداعاً ولكن إلى لقاء قريب وتقارير قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة